كما تفقد رئيس الوزراء محطة تحية مصر متعددة الأغراض على رصدي 5562 بميناء الإسكندرية لمتابعة التجهيزات النهائية للمحطة والمتوقع البدء في تشغيلها بشكل تجريبي في النصف الثاني من يناير 2023 جاء ذلك في إطار تنفيذ توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها وأكد مدبولي أنه تم تنفيذ المشروع وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة ويستهدف تحقيق عدة أهداف تتمثل في الحفاظ على شكل حضري للمحطة فيما يتعلق بالعملين في سوق محطة مصر والباع الجائلين وأصحاب المحلات وتقنين كافة أوضاعهم